يلا كل واحدة فيكم تقول اسمها يا بنا انا اسمي سارة وانا اسمي ماريام ادخوات توقم ولا ايه لا يا ميس احنا بنات خالة مامتي ومامتها اخوات ده انتو شبه بعض قوي اللي يشوفكم يقول توقم ايوة يا ميس احنا فعلا كل اللي بيشوفنا بيفتكرنا توقم وانا وسارة بنحب بعضك اننا اخوات بالزبط يلا يا سارة تعالي بسرعة عشان تركبي الباص حاضر يا ماريام جاي اهو يلا يا ماريام اركبي وانت يا سارة انا مش ماريام يا دادة انا سارة وانا مش سارة انا ماريام انا على طول بطلغ بطنا بينكم ما بعدش عارفة من سارة ومن ماريام طب يلا اركبو اركابو باي باي يا سارة اشوفك بكرا ماشي باي باي يا ماريام سلام عليكم ازيك يا ماما وعليكم السلام اهلا يا حبيبتي أنا جعانة اوي يا ماما ده كان يوم تويل اوي في المدرسة خلاص يا حبيبتي اطلعي غيري لبسك يلا وانزلي عشان نتغد هو بابا رجع من الشغل اه يا حبيبتي رجع من الشغل ونايم شوية انا هحضر الغداء وصحي طب انا هطلع اصحي انا ماشي بابا يا بابا اسحى يا بابا يلا ماما بتحضر الغداء ايه ده سارة انت رجعت من المدرسة يا حبيبتي اتأخرتوا النهاردة كده ليه في المدرسة كان يوم طويل كان عندنا حصف كتير قوي طب يا حبيبتي انا هقومه يلا عشان نتغد ها ما قلت ليش ايه رأيكم في الغداء حلوة قوي يا سميرة تسلم ايدك تسلم ايدك يا ماما الاكل حلوة قوي ما قلت ليش بقى يا سارة كنت مبسوطة في المدرسة النهاردة ايوة يا بابا كنت مبسوطة بس مش هتصدقوا بقى اللي حصل النهاردة خير يا سارة حصل ايه واللي اللي بيدخل الفصل النهاردة ويشوفني انا ومريم يفتكر اننا اخوات توقن عدت دادة وهي بتنادي علينا عشان نركب الباص برضو كانت متلعبطة بيننا قوي وابتكرتنا توقن ايوة ايوة طبعا يا حبيبتي مش هي تبقى بنت خلتك وانت بنت خلتها بس حضرتك يا ماما مش شابه خلته قوي كده زي انا ومريم خلاص يا سارة اول ما تكبروا كل واحدة فيكم شكلها هيتغير وهتبقى كل واحدة لها شكل مختلف ماشي يا بابا ايوة صحيح ده انا عايز اروح ازور خلتك النهاردة يا ريتي يا ماما انا هروح معاكي عشان نلعب مع مريم يا ريتي يا علي بقى توصلنا وتيجي تقعد معانا شوي عضر يا سمير انا خلاص الحمد لله شبعت انا هطلع بقى احل الواجب بتاعي وخلص مذكرتي قبل ما نمشي نروح لخلته ماشي يا حبيبتي وبعدين يا علي انا حسى ان سارة هتلاحظ وهتاخد بالها اكيد هيجي يوم وتعرف الحقيقة انا مش عارف ازاي انا وفقتك وسمعت كلامك في اللي عملتيه ده من سنين فاتت خلاص اللي حصل حصل يا علي بقى هنعمل ايه ماشي يا ستي خلينا ماشيين ورا كلامك نشوف اخرتها ايه الو ازايك يا ليل اخبارك ايه الحمد لله انا كويسة يا سمير انتي عاملة ايه وصارة اخبارها ايه الحمد لله احنا كويسين احنا هنيجي نزوركم دلوقت ونقعد معكم شوي تنوروني يا حبيبتي اهلا وسهلا بيكم خلاص احنا هنلبس ونجهز ونجيلكم على طول يلا مع السلامة مع السلامة يلا اركب يا سمير اركب يا سارة وققت ليه هنا يا بابا عشان هنزل اشتري شوية حاجات حلوة ناخدها معنا لمريا طيب يا ريت يا بابا تشتري لي معاك انا كمان حاضر يا حبيبتي خد يا سارة الشنطة دي ليكي والشنطة التانية دي لمريا مش يا بابا ايه ده يا بابا حضرتك جايب لمريم حاجات كتير قوي اكتر مني ايوة يا سارة مش احنا رايحين نزورهم لازم ناخد لهم حاجات كتير بس يا ماما ده حاجات كتير قوي خالتوا لما بتجيلنا مش بتجيب لنا كل الحاجات دي وبعدين بقى يا سارة مش احنا قلنا لما حد يجيب لنا حاجة لازم نشكره وما نفكرش بقى كتير ولا قليل ماشي يا ماما شكرا لحضرتك يا بابا اهلا وسهلا اتفضلوا نورتوني ازايك يا مريم وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني قوي يا مريم شكرا يا خالتو شكرا يا عمو علي انتو كمان وحشتوني احنا جبنالك حاجات حلوة كتير قوي من اللي انتي بتحبيها بجب طب فين الحاجات طب ندخل نقعد لأول جوة وبعد كده بقشوف الحاجات اللي انتي عايزاها ازايك يا سارة الحمد لله اتفضلي الحاجات الكتير اللي بابا جابهالك دي حاجات كتير قوي يا عمو علي شكرا ولا كتير ولا حاجة يا حبيبتي ده انا اجيبلك احسن حاجة في الدنيا واجيبلك كل حاجة انا بحبك قوي يا عمو علي ايه ده ومش بتحبي خالته ولا ايه هاتي بوسة بقى وحضن لخالته طبعا بحبك يا خالته انتي احسن خالته زميرة في الدنيا هو فيه ايه هما ليه مهتمين بمريم اكتر مني كده دول اشتروا لها حاجات كتير قوي وبعدين حتى خالته ما سألتش عني ولا سلمت علي انا مش هاخد حاجة من اللي بابا جابهالي ومش عايزة حاجة قعد الوعدك ليه كده يا سارة تعالي نطلع فوقف قطي نلعب عنا وانتي ماشي يلا بينا واو ايه ده يا مريم انتي جبتي ألعاب جديدة انتي جبتي حاجات كتير حلوة قوي ده يبو شفت التابلت ده كمان كل الحاجات دي عمو علي وخالته سميرة اشتروا هالي بجد يا مريم بابا وماما هم اللي اشتروا لك الالعاب دي ايوة هم اللي اشتروا هالي وعلى طول بنشتروا لي حاجات حلوة كتير غريبة قوي هم ليه بيعملوا كده مع مريم ومش بيعملوا كده معايا هو انا اللي بنتهم ولا هي انا انا هنزلعب مع بابا وماما تحت يا مريم سيب مش هتلعب معايا لا لا اصلي تعبانة شوية ومش عايزة ألعب ايه يا سارة تزلت ليه مش بتلعبي مع مريم مش عايزة ألعب يا بابا زهقت الله مش انتي كنت جاي عشان تلعبي مع مريم لا تعب ومش عايزة ألعب وعايزة أمشي وكمان عايزة أنام بدري عشان أصحى بدري للمدرسة يا بنتي احنا لسه جايين حان هو احنا لحقنا انتو ملحقتوش تعودوا معنا يا سارة خليكم قاعدين وانا هقول لمريم تنزلت تتفرجوا على التلفزيون مع بعض لا انا عايزة أمشي وبعدين بقى خلاص يا ماما انا همشي أنا وخليك يا انتي خلاص يا سامير انا هاخد سارة وارجعنا وهي البيت وما تحب تمشي بقى هبقى أرجع عقدك ماشي يا علي خلاص مالك يا سارة ما انت كنت كويسة حصل ايه مفيش حاجة يا بابا هتخبي على بابا حبيبك برضو مش عميكون بابا حبيبي بيحبني زي ما أنا بحبه ومش بيحب حد أكتر مني بتقولي ايه يا سارة مش فاهم انا بحب حد أكتر منك خلاص يا بابا ولا حاجة احنا وصلنا انا هطلع نين تسبح على خير يا مالك ايه اللي حصل لها ما كانت كويسة ومبسوطة عشان هنروح عند خالتها دي حتى كمان ماخدتش الحاجات اللي انا اشترتها لها من السوبر ماركت شكلها متضايقة من حاجة كبيرة قوي يا طرى ايه اللي مضايقها افتكري يا ساميرا الموضوع اللي احنا مخبيينه هيفضل سر طول العمر ليه بتقولي كده يا ليل ماريام جات من المدرسة النهاردة وبتقولي ان كل اللي في المدرسة كانوا بيتلغبطوا بينها وبين سارة ما هي سارة برضو قالتلي نفس الكلام انا خايفة البنات يعرفوا اللي حصل ربنا يسطر بقى والموضوع يبطل سر بنا وما يتكشفش اكيد ده علي يلا انا هقوم امشي بقى كنت خليكي قاعد شوية كمان معاي لا احنا سهرنا كتير انا لازم امشي بقى يا ماريام يا ماريام مع السلامة يا خط مع ان زعلانة ان سارة مش تبادر ما تزعلش يا حبيبتي اه انتوا هتشوفوا بعض بكرة في المدرسة هتوحشيني قوي يا ماريام وحضرتك يا هالتو هتوحشيني قوي انا حاسس ان سارة زعلانة قوي ومتغيرة لحتى ما اخدتش الحاجات اللي جبتها لها طلعت قضيتها على طول انا خايفة ان هي تكون حاسة بحاجة ومتغيرة من ناحية ماريام لانها مشت على طول من غير ما تسلم عليها خلاصا ما نوصل البيت نبقى نطلع لها نشوفها مالك يا سارة انت تعبانة لا يا ماما مش تعبانة طب مشيت بسرعة ليه من غير ما تلعبي مع ماريام وانت عايزة امشي زهقت وبعدين حاسة ان كلكم مهتمين بماريام وانا لا وكمان لقيت عندها ألعاب كتير جديدة وقالتلي ان انتوا اللي اشتريتوها لها طب وايه المشكلة يا سارة ما نشتريلها لعب ما انتوا بتشترونها ألعاب اكتر من بتاعتي واحلى منها كمان هي من اللي بنتكم انا ولا هي انا من زمان حاسة انكم بتحبوها أكتر مني ومش عايزة تكلم واقول حاجة لو سمحتوا بقى ممكن تسيبوني عشان عايزة نام تارة احنا مش ممكن نحب حده أكتر منك لا يا ماما انا مش صغيرة وبفهم كل حاجة كمان خلاص يا ثمير تعالي نخرج بقى وانسيبها ترتاح يلا حبيبتي تصبح على خير معقول سابوني كده من غير ما يصلحوني ومشوا على طول انا اكيد مش بنتهم عشان مش مهتمين بيا ايه دا هما ممكن يكونوا كان لقيني في الشارع وخدوني رمبوني عشان كده بيحبوا مريم أكتر مني لا لا اكيد انا بنتهم هنعمل ايه بقى يا سميرة في المشكلة دي انا مش عارفة يا علي انا خايفة الموضوع القديم دا يتعرف والبنات نفسيتها تتعب هيزعلوا قوي ان احنا عملنا كده وكمان انا خايفة على ليلة اختي هي كمان هتزعل قوي قوي خلاص تعالي النام بقى دلوقتي والصبح نبقى نتكلم ماشي يا علي سارة يا سارة يلا يا حبيبتي اصحي عشان تروحي المدرسة حاضر يا ماما انا صحيت خلاص هقوم لبس صباح الخير يا بابا صباح الخير يا ماما صباح الخير يا سارة يلا يا حبيبتي عودي عشان تفتري لا انا مش عايز افتر يا ماما طب مش هتعضي اللانشباك بتاعتك لا مش عايز اخد حاجة البسجة انا همشي سلام مع السلامة يا سارة وبعدين يا علي البنت مشيت من غير ما تفتر ولا تاخد اللانشباك بتاعتها خلاص يا سامير انا بعد المدرسة اخرجها وفسحها واعزمها عزوما حلو واكدها تنبسط يا ربي يا علي انا فعلا عايزاها تبقى مبسوطة بس مش عارف اعمل ايه انا برضو مش هقدر اعمل ماريا موحش قدام سارة عشان ما تخدش بالها مش هقدر اعمل كده ابدا مالك يا سارة انا عايز اعرف وانت زعلانة ليه انت ما تكلمتيش ولا كلمة معايا في الباط وكمان ما عدتيش جامبي وكمان شكلك حزين اوي مفيش حاجة يا ماريم انا كويسة ما تشغليش بالك يلا بقى ندخل الفضل انتو الاتنين يا اللي شبه بعض سارة ماريم ياريت تركزوا معايا في الحصة اكتر من كده وياريت بقى في البيت تحلوا الواجب اللي ادتهلكم عشان بكرا ان شاء الله هعمل تصريح لي الواجب كله سارة هو انت اتضايقتي لما عرفت ان باباكي ومامتك هم اللي اشتروا لي لها بكتير وانا هتضايق لي يا ماريم ما هم كمان بيجيبوا لي العاب كتير احلى من بتاعتك ويلا بقى ابعادي عني انشان عايز اقف لوحدي لا انا عايز اتكلم معاك واضحة موافية ايه قلتلك ابعادي عني انا مش عايز اقف معاك طب استني هتمشي تروحي فن لوحديك استني الباص ما قلتلك سبيني بقى انا همشي لوحدي مش هركب الباص طيب استني يا سارة استني سارة 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 ارجوك يا سارة اقومي الو ايوة يا خالدو ايوة يا ماريب مال صوتك في عربية خبطت سارة قدام المدرسة ايه عربية خبطت سارة وانتو في اند الوقتي احنا في المستشفى طيب طيب انا جاي حالا الو ايوة يا علي الحقني بسرعة سارة عملت حدثة قدام المدرسة انا هروح لها دلوقتي على المستشفى طيب طيب انا جاي لكم حالا فين سارة يا ماريب طمينين يا ماريب هي فين لسه جوا بالعمليات يا خالدو طمينين يا سمير هي فين لسه جوا ما خرجتش ها طمينوني اخبارها ايه لسه مع الدكتور ها يا دكتور طميني على حالة سارة بصراحة حالتها صعبة ومحتاجين نفس فصيلة الدم بتاعتها وهي نادرة ومش بنلاقيها بسهولة يعني لو جبنا نفس الفصيلة يا دكتور هتلحقوها وتبقى كويسة طبعا وياريت نلاقيها باطرع وقت ادخلي يا ماريب اقعودي في القوضة دي لحد ما نتطمن على سارة انت وقف بقالك كتير يا بنتي يلا ادخلي اقعودي لا انا هقف هنا جنب سارة مش هزيبها هيا يا علي الدكتور قالك ايه محتاجة نفس فصيلة الدم بتاعتها والمشكلة ان هي نادرة وبيدوروا عليها ومش لقينها احنا لازم ندور عليها ونلاقيها ونجبها طيب اكيد يا علي هي وماريب نفس الفصيلة طيب انا هسأل الدكتور يا دكتور يا دكتور اختها التوقم ممكن تكون نفس الفصيلة اكيد طبعا هي فين خليها تيجي بسرعة يا ماريب يا ماريب تعالي بسرعة نعم يا عمو عليك في ايه هي دي اختها ايوة يا دكتور تعالي معايا يا ماريب انا مش عايزك تقلعي على اختك التوقم خالص ان شاء الله هي هتبقى كويسة هو فيه ايه يا ماما انا مش فهم حاجة ومين توقم سارة دي واش معنى انا اللي هكون نفس الفصيلة يلا يا ماريب تعالي انا مش فهم حاجة خالص ما تقلقش يا ماريب احنا كلنا جنبك طيب انا عايزة افهم مش دلوقت يا ماريب اما سارة تخرج بالسلامة هنفهمك كل حاجة ما تقلقش احنا مش هناخد كمية كبيرة احنا هناخد شوية صغيرين بس انا جاي بقى علاقلك المحلول ده عشان نعوضك الشوية اللي اخدناهم منك فعلا التوقم دول بيبقى اكتر اتنين بيشبهوا بعض في كل حاجة توقم ايه احنا مش توقم دي بنت خالصي انا اللي عرفته ان انتو توقم وفصلتكم نفس الفصيلة الندرة ايه ده انا لازم اسأل ماما عن الكلام ده انا مش هينفع نخبي على البنات اكتر من كده الموضوع صعب قوي فعلا لازم يعرفوا الحقيقة ماما خالتو ممكن تفهموني الكلام اللي قالتولي الممرضة ده هو انا بنت مين ممكن تفهموني كل حاجة الممرضة قالتلي ان انا وصار اخوات توقم طيب ممكن يا مريم نستنى لما صارت فوق واحنا هنحكيلي كل حاجة ايه ده انا فين هو انا حصلي ايه الحمدلله على سلامتك انت الحمدلله دلوقتي بقيت كويسها قوي اختك التوقم هي اللي اتبرعتلك بالدم وانقذت حياتك اخت التوقم انا مليش اخوات لا مريم اختك التوقم انت بس تلاقيكي مش فاكرة حاجة بابا وماما فين انا هروح دلوقتي اسأل الدكتور هيسمح لهم بالدخول ولا لا ياريت عايزة شوفهم الدكتور سمح لكم بالزيارة تقدروا تتفضلوا تدخلوا عندها كده يا سارة تخديني عليكي الممرضة قالتلي كلام غريب وانا عايزة فهمه قالتلي ان اختي التوقم هي اللي انقذت حياتي واتبرعتلي بدم عشان تنقذني ياريت تفاهموني انا كمان انا عايز افهم انا هتجنل من بدري خلاص انا هحكي لكم الحكاية انا لما كنت حامل وقبلا مولد فقلت لو جبت بنتها سميها سارة وبعدين اتفاجئت ان انا ولدت توقم بنتين وليلة اختي ربنا ما رزقهاش باطفال وكان نفسها يبقى عندها بيبي فقلت خلاص انا هاخد بنت وديها بنت تربيها وتبقى زي بنتها وبعد فترة كام سنة ولا حاجة ابقى اخدها بس لما جوزك مات سعبتي علي قوي يا ليلة وقلت لي هارجوك سبيها خليها تبقى بنتي فانا مقدرش استغنى عنها وفعلا انا وفائة وقلت خلاص السر ده هيفضل مبنة ومحدش يعرف عنه اي حاجة وطبعا ما ينفعش نخبي الموضوع ده اكتر من كده انتو اخوات ولازم تعيشوا مع بعض ما ينفعش نفرأكم عن بعض تاني هي دي الحقيقة يا بنات اللي خبناها عليكم يعني انت يا ماما ليلة تبقى خالتي ايوة يا مريم بس على فكرة كان المفروض تعرفونا كل حاجة هو ده اللي حصل بقى يا سارة انا كده دلوقت فهمت انتو ليه كنتو دايما بتحبوا مريم اكتر مني عشان كده يا عم علي قصدي يا بابا انت وماما كنتو بتزروني وبتشترولي حاجات كتير ايوة يا حبيبتي انت مريم بنتي طب ممكن بقى مريم تعيش معنا انا كمان عايزة عايش معاكم مع بابا وماما بس برضو مش عايزة سيبك لوهدك يا ماما ليلة انا مش هسيبك يا مريم انا برضو هفضل جم مين اللي قال ان احنا هنسيبها لوحدها لا طبعا ليلة لازم تيجي تعيش معانا شفت يا سارة كل الناس كانت بتقول علينا توقم واتلعنا فعلا توقم